حكم الدين في الناس اللي بتعمل سحر السحر زكر في القرآن الكريم كجريمة لأن بعض الدجالين والمشعبزين والنصابين إلى آخره يدلسون على الناس يقولون لهم كذبا السحر زكر في القرآن السحر زكر في القرآن كجريمة مثل الربا والزنا كما أن الحسن زكر في القرآن جريمة فليست كل جريمة ذكرت في القرآن الكريم الزكر مجرد الزكر يدل على المشروعية فالذين يمارسون السحر بالتسبب أو المباشرة هنحتكم للقرآن نفسه ولا يفلح الساحر حيث أتاء لما نرجع طبعا آية السحر جاءت في سورة البقرة والأعراف وغيرها لما نقرأ أول آية في سورة البقرة واتبع ما تطلو الشياطون على ملك سليمان الله يفتع عليك وما كفر سليمان ولكن الشياطين قال الفقهاء بالتعبير هنا بالكفر دليل على أن السحر كفر ولذلك لسه بقى مش معاه في السياق وما يعلمون أن أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر بالضبط كده هروت ومروت يبقى نفي السحر نفي الكفر عفوا نفي الكفر عن سيدنا سليمان عليه السلام وفتنة هروت ومروت ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر دليل على أن السحر كفر ولذلك ألحقه الفقهاء سواء في الفقه الحنفي أو الفقه الملك أو الشفع أو الحنبالي أو الظاهري ألحقه السحر بالردة ألحقه السحر بالإيه؟ بالردة فتقام عليه عقوبات الردة فيحرم تعلم السحر حتى بعض الفقهاء ذكروا يعني قاعدة قالوا طيب ولو كان لإبطال السحر قالوا ولو كان لإبطال السحر إن إبطال السحر يكون بالأسباب المشروعة من القرآن الكريم والدعاء إلى الله عز وجل الله العظيم لأنه لا يعالج الخطأ بخطأ طبعا طيب في سؤال بتاع وما رأي الشرع في موضوع المحلل شوف يكفي المحلل حديث صادم وتحزير قاسي شديد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل له وقال في حديث آخر ألا أنبئكم بالتيس المستعار تسل له فحل الغنم بالتيس المستعار قال المحلل والمحلل له لأن حضرتك الزواج في الشريعة الإسلامية يبنى على التأبيد وليس على التأقيد فمن هنا لما يتفقان أو يتفقون على أن يأتي إنسان وغد من الأوغاد وبعدين على أن يتزوج بمرأة طلقة ثلاثا من مطلقها على أن يطلق بعد فترة وجيزة من باب التحليل لهذه المرأة لمطلقها هذا ممنوع 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 ونكاح المحلل باطل 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 قول فصل واحد لأنه نكاح مؤقت ولا يوجد في الإسلام نكاح مؤقت نهائيا ده يوجد لأن عندنا نحن المسلمين نكاح المتعة نسخ كان لمدة ثلاثة أيام وباطل ولا يحل لمسلمين يؤمنوا بالله واليوم الآخر وبالرسوله سلم أن يمارس نكاح المتعة تحت أي مسام يعني يجي أقول لك إيه مثلا في البدع في نكاح سياحي في نكاح الاستياف في نكاح الشواطئ أيها لسه ما في الجراب يحاول استياف إيه يعني راح يصليف في آه جاي في المصرف بقى ما أشوف لو أنه حديث هقوله بس بالمعنى يعني رساله السلام أخبر أن من علامات الساعة يعني استحلال الأعراض أنا قلتها بأسلوب مخفف استحلال الايه؟ الأعراض وهذه الأيام بتشهد حقبة سبحان الله من تنبؤات النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندك نحصار الفرات عن الأسار القديمة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تفاقم الأزمة العالمية في الغزاء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ضيق المساكن أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم على أمة الإسلام كتداعي الأكلة إلى قصعته يعني شوف إساءات مثلا الرسول في الشرق والغرب والشمال والجنوب وهنا 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 وإن كان هذا لن يفت في عضد الإسلام لا من قريب ولا من بعيد لكن كل ده أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشيء اللي نقدر نختم به كشيء مبهج ده لسه مش هنختم أحمده أفاصل المبهج أن النبي عليه وسلم أسنى على مصر وشعبها وأهلها أنهم في رباط إلى يوم القيامة الرباط هنا سواء رباط عسكري سواء رباط سياسي سواء رباط اقتصادي سواء رباط فكري سواء رباط علمي هم مصر قدرها أن تكون في رباط إلى يوم القيامة ولذلك نجاه الله من الفتن ولذلك شوف كل ما يأتي كائد ويدبر فتنة ينقلب على عقبي لأن فيه بشارات لأن الله ينجي هذه البلاد من الفتن لأن مصر لم يقتل على أرضها نبي لم يهن على أرضها ولي لم يهن عليها واحد من آل بيت رسول الله سلم وكلنا عارفين ونكننا يعني إحنا نفتع في شعر يونيو يعني في واحد يونيو المنصرم كان بيتوافق مع قدوم العائلة المقدسة من فلسطين إلى أرض الكنانة مصر وكلنا يذكر ما جاء سادتنا آل البيت السيدة زينب عليها رضو الله والسيدة نفيس عليها رضو الله وسيدات المم بيت النبوة حضرتك طبعا في حي السيدة عائشة رضي الله عنها والبساتين وغيرها وغيرها والأحياء الكبيرة في القاهرة كلها بتحتضن الرفات الطاهر والأجساد الطاهرة مصر دي حامية الأنبياء وحاضنة الأولياء هي معهد الأنبياء ومتعاحد الأولياء مصر نسأل الله لها دوام البركات لأن سيد مسيح قال مبارك شعب مصر ولذلك الرسول لو فتحنا الأطلس الجغرافي ونظرنا إلى الخريطة هنجد أن الرسول ما أوصى بشعب إلا مصر ستفتح لكم مصر من بعد فالصوصوا بأقباطها وفي رواية بأهلها خيرا فإن لكم فيهم زمة ورحمة اشتركوا في القناة